من جهازات حلوة السنة دي كنت يد السنة دي في النادي الأهلي نمسك الخشب الحمد لله والله وتوفيق ربنا يعني الناس يعني احنا بنشتغل ونجتهد وفي الاخر بيبقى توفيق ربنا يعني بيبقى حليفك دايما فبشكر طبعا ربنا وبشكر كل الناس اللي أمنت بينا من البداية وبالمشروع بتاع الفريق بتاعنا وامنوا بينا شخصيا أنا اعتبر مدرب صغير في السن فدي طبعا ببشكر الناس في النادي مجلس الإدارة ونشاط الرياضي وجهاز الهندبول ان هم أمنوا بحد صغير ان يجيبوه فيما كانزل بي أمنوا بحد صغير ان هم يجيبوه يعني هم شافوا ايه شافوا أنا عارف ان انت راجل بتشتهى نفسك من الزمان وعارف ان انت اسم محترم في كرة الهندب لما تكلمت معيضة وهم قالوا لك احنا عايزين منك ايه او شايفين فيك ايه قالوا لك ايه والله الحمد لله يعني اللي حصل انا بطلت شهر 6 اللي فات انا كانت جايلي عروض ان انا كامل لعب تاني لكن كانت من ساعتها كابتخاذ العوض يمسك نشاط الرياضي هو اولا حد تواصل معي قال لي انت عندك ساعت تبقى موجود معنا السنة الجاية في جهاز اليد احنا نوينها من مشروع جديد وهنجيب مدرب عالمي ولازم الهندبول ترجع لمكانها الطبيعي وانت انسب واحدة موجود هنا انت ابن النادي وواحد من الناس اللي كان لها بصمة في كرة اليد في النادي وقريب من لعيبة لان كلهم زميلي ما كانش معوظهم اللي عبت معي حتى الصغيرين فيهم شافوني وانا بلعف قال لي ان انت وجودك يبقى مهم في فريق بالاضافة ان احنا بنحضر يعني كانت قاعدة كويسة وساعتها انا قلت له خلاص يا كابتر الخياد انا معاكو ان شاء الله من السنة الجاية اعتبرنا انا بطلت وان شاء الله انا موجود معاكو